يقول بسبب هذا أنا بولس أسير المسيح يسوع لأجلكم أيها الأمم إن كنتم قد سمعتم بتدبير نعمة الله المعطاه لي لأجلكم ممكن تقروا معي أنه بأعلان عرفني بالسر كما سبقت فكتبت بالإيجاز الذي بحسبه حينما تقرؤونه تقدرون أن تفهموا دراياتي بسر المسيح الذي في أجيال أخر لم يعرف به بني البشر كما قد أعلن الآن لرسله القديسين وأنبيائه بالروح أن الأمم شركاء في الميراس والجسد ونوال موعده في المسيح بالإنجيل الذي صرت أنا خادما له حسب موهبة نعمة الله المعطاه لي حسب فعل قوتي لي أنا أصغر جميع القديسين أعطيت هذه النعمة أن أبشر بين الأمم بغنى المسيح الذي لا يستقصى وأنير الجميع فيما هو شركة السر المكتوب منذ الظهور في الله خالق الجميع بيسوع المسيح عند الرؤساء والسلاطين في السماويات بواسطة الكنيسة بحكمة الله المتنوعة حسب قصد الظهور الذي صنعه في المسيح يسوع ربنا الذي به لنا جراء وقدوم بإيمانه عن ثقة لذلك أطلب أن لا تكلوا في شدائدي لأجلكم التي هي مجدكم أمين تفضلوا الله يبارك لنا هذه الكلمات لأجل تعليمنا موضوع ده بيتكلم عن بولس وإنجيل الأمم أو بولس رسول الأمم وعايز أحكي معاكم قصة الجزء ده لما بيقول كده أنه بإعلان عرفني بالسر إيه السر هنا إيه السر اللي بيحكي عنه الرسول بولس هنا إيه السر ده إيه سر إنجيل الأمم ده إن الله أعلن لرسول بولس إن إله اليهود هو هو إله مين إله الأمم وإن إنجيل اليهود اليهود اللي هم يعني متنصرين بقوا مسيحيين إنجيل اليهود المسيحيين دول هو برضو بالذات إنجيل مين إنجيل الأمم وإن الأمم دول اللي هو إحنا طبعا أمم مش كده وإن الأمم دول هم شركاء لليهود في كل بركات الإنجيل فبيقول هنا شركاء في الميراس وفي الجسد ونوال موعده فاليهود والأمم مع بعض في المسيح بالإنجيل اللي آمنوا بالرب يسوع المسيح هم شركاء في بركات الإنجيل فيقول هنا عنهم إن الأمم بيشاركوا اليهود في الميراس يعني ليهم نصيفة الله الآب زيهم زي مين زي اليهود بالضبط اللي هم آمنوا بالمسيح وكمان شركاء في الجسد بمعنى إيه شركاء في الجسد بمعنى في وحدة الجسد الواحد شركة الجسد الواحد اللي رأسه مين الجسد ده الرب يسوع المسيح فأيضاً الأمم ليهم نصيف في الابن يسوع المسيح زي اليهود المسيحين بالضبط وكمان يقول عنهم شركاء في موعده موعد موعد الروح هم شركاء في الروح القدس الروح اللي بيقول عنه الكتاب في إنجيل يوحنى يأخذ مما للمسيح ويعمل إيه ويعطينا يعطي اليهود ويعطي الأمم يعطي كل اللي آمنوا بالرب يسوع المسيح اللي هم في المسيح اللي هم المؤمنين يعني نقدر نقول ببساطة كده إنه في المسيح ليس يهودي ولا ولا يونان أو أمم ليس عبد ولا حر بل الجميع في المسيح واحد ده الإنجيل ده اللي بيبشر بي الرسول بوليس الأمم ويعلنه هنا ويقول بإعلان عرفاً بالسر إيه ده هو كان سر؟ ده كان سر مكتوم قبل عصر الإنجيل قبل إن كان مكتوم كان مخفى كان غير معروف لكنه إيه دلوقتي أعلن بإعلان للرسول بوليس ولرسله القدسين والأنبياء وبدأوا يبشروا بيه أن الأمم شركاء لليهود المسيحيين في كل بركاته الإنجيل ليبقى أن نوضح أكتر لأن اليهود كانوا بيحتقروا الأمم وكانوا بيبصوا للأمم نظرة إيه؟ إصدراء مش كده؟ واحتكروا بالكاف يعني الله ليهم هم يعني ظنوا إن الله ده إيه؟ بتاعهم هم مش بتاع أمم تاني وأن أنت يا أمم اليهود يعني بيقول وأنت يا أمم أنت ليسوا لكم نصيب معانا ولا في الميراز ولا في الجسد ولا في الموعيد أنت أمم غلف مش مختونين لكن الله ده بتاع مين؟ ده بتاعنا إحنا مش كده؟ ظنوا كده وده طبعا كان ظن إيه؟ خاطئ لكن هذا الإنجيل وهذا الوعد هو موجود لكنه كان مخفى عن الأمم وعن اليهود عشان كده يقول الرسول بوليس هنا إنه بإعلان إيه؟ عرفني به بالسر ده إيه سر الأمم ده؟ أن الأمم شركاء لليهود المسيحيين دول في كل بركات إيه؟ في كل بركات الإنجيل لما أخذنا لصحة اللي فات آخره كان لحد اللي فات الساعة ستة يقول كده عن فصحة اتنين عن الأمم إنهما كانوا غير مختونين غلف مش كده؟ وكانوا بدون مسيح وكنا بلا إله في العالم وكنا بلا رجاء وكنا غرباء عن عهود الموعد وكنا أجنبيين عن رعاوية إسرائيل واخدين بالكم معايا؟ فدولة الأمم كانوا محرومين من كل بركات إيه؟ الإنجيل دول فالرسول بوليس يقول إيه؟ إنه بإعلان إيه؟ عرفني بهذا السر أن الأمم هم شركاء لليهود لأنهم آمنوا بالرب يسوع المسيح في كل بركات الإنجيل هذا السر يا حبائي كان مخفى لكنه الآن عمل إيه؟ أعلن وأظهر يأخذين بالكم معايا؟ من خلال الرسول بوليس ومن خلال الأنبياء والرسل اللي بشروا بيه طيب إيه الغرض بقى؟ مركزين معايا؟ إيه الغرض من إعلان هذا السر ده؟ إيه الغرض؟ في الأعداد الأخيرة من عدد 10 لعدد 13 يقول كده بصوا معايا لكي يعرف الآن عند الرؤساء والسلاطين في السماويات بواسطة الإنجيل بحكمة الله المتنوعة حسب قصد الظهور الذي صنعه في المسيح يسوع ربنا الذي به لنا جراءة يعني جراءة جراءة وقدوم بإيمانه عن ثقة لكي يعرف الآن عند الرؤساء والسلاطين في السماويات بواسطة الكنيسة إيه الكلام ده؟ يعني الملايكة كانت مش تاقة تعرف سر الفداء مش تاقة ما كانوش يعرفون لكن هذا السر اللي أعلن والنهاردة في المسيح نشوف يهود وأمم ومن كل القبائل والشعوب والألسنة والأجناس اللي آمنوا بالرب يسوع المسيح وكلهم دول شركاء في الجسد الواحد ورأس هذا الجسد هو الرب يسوع المسيح لما الله يتمم عمله في الكنيسة الغير المنظورة في الأبدية كل الخلائق والملايكة تبص باندهاش وإعجاب واستغراب على كنيسة الأبكار على المفديين على الكنيسة دي اللي فداها المسيح بدمه ليه؟ ليه الاندهاج ده؟ لأن الله صنع من التراب تبر دهب منهم التراب؟ إحنا وصنع من الفحم ماسا ذهب وصنع من الأشواك ورد وريحين وصنع من الأموات بالزنوب والخطايا إيه؟ قديسين بلا لهم قدامه في المحبة أمر في غاية الغرابة والاندهاش فيقول لي اللي كي يعرف عنده الرؤساء والسلاطين في السمويات فده هيبقى اندهاش وكل المؤمنين يا حباء في الأبدية أنا بتكلم عن الأبدية دلوقت الأبدية في مجيء المسيح التاني في السماء الجديدة والأرض الجديدة كل القديسين والمؤمنين كلهم مع بعض بقيسارات متنوعة لكن لحن واحد يرنمه ويقولوله مستحق أنت أن تأخذ الكرامة والمجد لأن احنا يقول في الأصحة اللي فات كنا أموات بالزنوب إيه؟ والخطايا اللي سلكنا فيها قبل حسب دهر هذا العالم حسب رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل الآن في أبناء معصية لكن الله الذي هو غني في الرحمة من أجل إيه؟ محبته الكثيرة ونحن أموات عمل إيه؟ أحيانا وأقامنا معه وعمل إيه كمان؟ وأجلسنا معه في السمويات فكل القديسين الأبرار وهم لابسين ثياب البر ثياب البهاء ثياب المجد في السماء يسجدوا ويرنموا ويهتفوا أنت مستحق أن تأخذ المجد والكرامة فبيقول الغاية والغرض لكي يعرف عند الملائكة كل الخلائق تندهش من هذا العمل العظيم عمل نعمة الله في حياتنا مش كده بس لكن يقول كمان بعد ما يعرف عند الرؤساء والسلطين يقول بحكمة الله إيه؟ المتنوع حسب قصد الدهور الذي صنعه في المسيح حكمة الله في حكمة الله بتعمل فينا بتعمل في الكنيسة حكمة الله متنوعة كلمة متنوعة يعني متعددة الألوان زي ألوان الطيف كده يعني الله في حكمته حكمته متنوعة بمعنى بيعمل معاك في حياتك بطريقة وانت بطريقة وانا بطريقة ممكن من خلال المرض من خلال الألم من خلال الفرح من خلال أنه يمنح من خلال أنه يمنع من خلال عدلته من خلال رحمته من خلال تأديبه من خلال كل الظروف حكمة مالها متنوعة بيعمل فينا من خلال كل الظروف كل الأحداث بيعمل في كل البشر كل واحد بظروفه بأحداثه إنها حكمة متنوعة بتعمل وفق قصد الله الأزلي قصد الله الأزلي هذه الحكمة المتنوعة دي هذا القصد الإلهي ده هيظهر فين؟ هيظهر في الكنيسة المفدية الكنيسة المنتصرة تظهر في كل المؤمنين لما يكونوا في السماء الجديدة والأرض الجديدة عند استعلان أبناء الله عشان كده الملايكة وكل الخلاق يبصوا بإعجاب واندهاش على عمل الله وما صنعوا في حياتنا إن أخدنا من المزبلة من التراب كنا مطرحين على قارعة الطريق لكننا سنجلس في السماء مع المسيح في مجده في عظمته فهو أمر مزهل وأمر مدهش ده مش كده بس يا حباء خلي بالكم معي مش كده بس ده يقول كمان بعديها الذي به بالمسيح لنا جراءة جراءة يعني جراءة لنا دي جمع عايدة على مين لنا كلنا مين ومين هن؟ المؤمنين اللي هما منين؟ يهود أمم مش كده؟ لنا جراءة وقدوم بإيمانه عن ثقة بيقول هنا عن دلة البنين الدلة بتاعتنا مش كده؟ إحنا اللي كنا بعيدين صرنا إيه؟ صرنا قاربين ده في اللي صح اللي قابليها وعصت فيه لحد اللي فات الساعة ستة يقول أنتم اللي كنتم بعيدين صرتم إيه؟ قاربين وبعدين أصبحنا يتكلم عنه بقينا رعية واحدة لراعة واحد وكمان مش رعية واحدة بس يقول أهل بيت الله الأمم اللي كانوا منبوزين محتقرين الأمم إحنا نبقى في المسيح أهل بيت الله كنا أعداء بقينا إيه؟ أبناء أهل بيت الله يعني عيلة واحدة نمرة تلاتة تكلمنا عنها بناء واحد مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح إيه نفسه إيه؟ حجر الزاوية بناء واحد مش كده بس كمان ده هيكل واحد والمسيح هو إيه؟ هو رئيس كهنتنا مش كده بس ده كمان مسكن واحد لله بالروح دول الأمم إحنا الأمم اللي كنا بدون مسيح بلا رجاء بلا إله في العالم واخد نبالكم معي كل ده لكن لما أمننا بالرب يسوع المسيح في المسيح بقت لنا كل هذه البركات والامتيازات هللويا مجدا للرب كل هذه فيقول هنا إيه؟ الرسول بوليس الذي به لنا إحنا جراءة وقدوم جراءة يعني تتكلم بجراءة بيتكلم إن إحنا لما نتقدم أمام الله الآب تتكلم بجراءة الجراءة مش معناها سوري يعني وقاحة لا جراءة يعني بدون خوف يعني بثقة البنين إنك مش محتاج وسيط يوصلك لله الآب مش محتاج وساطة ولا حد يدخلك عنده بجراءة بدون وساطة بشفاعة واحد بس هو شخص ربنا يسوع المسيح اللي به نتقدم إلي إيه لقاب جراءة يعني تحكي في الصلاة تتحاور مع الله تقول اللي مزعلني واعترب بخطايا وممكن يكون عندي عتاب معين ما هابني بيتكلم مع مين؟ مع أبوه مش كده؟ مع أبوه فنتقدم هنا بجراءة وقدوم قدوم يعني يعني نتقدم أمام عرش النعمة بدون زبائح دموية ولا محرقات لكن بنتقدم بناء على زبيحة مين؟ شخص الرب يسوعي المسيح فيقول هنا به لنا إحنا كلنا مع بعض يلا أمنا بالرب يسوع المسيح يهودا كنا أم يونانين أم أمم لينا حق أننا نتقدم أمام الله الآب ونصل ونقول له يا أبا الآب يا بابا بجراءة وقدوم نتقدم بيقوله كمان تاني بإيمانه اللي هو إيمان المسيح مش إيمان نحن إيمان المسيح عن ثقة ثقة الأبناء في أبيهم اللي بيحبهم عرفتوا دلوقت سر الإنجيل إنجيل الأمم وضحت الفكرة دي طيب الفكرة التانية اللي أنا عايز أقولها واختم بيها يتكلم الجزء ده عن الرسول بولس حاجات كتير قوي أنا هذكر أربع حاجات كده بسرعة في العدد الأول يقول بولس الأسير بولس إيه بيقول كده إيه بسبب هذا هذا عيده على الإنجيل الأمم هنا على الإنجيل اللي بيبشر به هنا بسبب هذا أنا بولس إيه أسير المسيح يسوع لأجلكم أيها الأمم أخلي بالك معي أسير بولس يفتخر إنه إيه أسير بولس يفتخر بالقيود بولس يفتخر بالسجن بولس يفتخر بكل ألاماته من أجل المسيح بولس يفتخر إنه أسير المسيح يسوع تب مش أسير المسيح أفضل من الأسير في الخطايا واللي عايش أسير وعبد للمسيح مش أفضل من اللي عايش أسير وعبد لمالك أو وزير بولس يفتخر ويقول بولس أنا لم يتكلم عنه يقول أنا أسير المسيح يسوع في فليب الأصاح الأول يقول يا حبائي إنه قيودي قيودي كان في السجن قالت أكثر إلى إيه إلى تقدم الإنجيل ليه الحياة إلى إيه المسيح والموت هو إيه والموت هو ربح بولس الرسول وهو في السجن يكتب رسالة أفاسوس في لبي عن الفرح رسالة في لبي عن الفرح ويلو مفرحه في الرب كل حين وأقول أيضا إيه افرحه ويكتب عن السلام عن الفرح وهو داخل إيه السجن مش كده إيه السر يا بولس يقول لأن ليه الحياة هي المسيح والموت هو ربح أنا يهمني إن المسيح يتمجد سواء كنت داخل السجن أو أو خارج السجن أنا مش فارق معايا أنا فين أنا يهمني إن المسيح يعمل إيه يتمجد ليه الحياة هي المسيح والموت وهو ربح أنا بولس هنا بولس أنا إيه أسير يسوع إيه المسيح شرف كبير إن الشخص المؤمن يبقى أسير عب هذه العبودية هي حرية العبودية للرب يسوع المسيح هي إيه هي حرية أما الاستعباد الحقيقي لما نكون عبيد لزواتنا عبيد لخطايا عبيد لممتلكات عبيد للعالم عبيد لإبليس عبيد للجسد هذه هي عبودية مرة أما عبوديتنا ليسوع المسيح هي عين الحرية وهي دي الحرية الحقيقية فعشان كده الرسول بولس يكتب كتير في رسايله بولس عبد يسوع المسيح باختياره بقراته عبد يسوع المسيح أول حاجة بولس إيه الأسير مركزين معايا فعد السابعة يتكلم كمان تاني عن بولس حاجة تاني بولس الخادم بولس إيه الخادم اقروا معايا العدد ده عشان تصحصه معايا الذي صرته أنا خادما له حسب موهبة نعمة الله المعطالي حسب فعل قوات يا سلام الذي عيد على الإنجير صرته صرته كلمة صرته دي تكلمنا عن تاريخ بولس صرته يعني أنا كنت وإيه وأصبحت صرت مش كده صرته أنا كنت ده بولس اللي كان العدو اللدود للأمم بولس اللي كان ضد حسب موهبة نعمة الله المعطالي يقشر وبيوصل الإنجيل لمين للأمم في العدد الأول يقول لأجلكم أيها الأمم مش كده لأجلهم الرسول بولس عانى وتعب أضعاف أضعاف أي شخص تاني تعب لأجل المسيح بولس الخادم لكن خدمته خدمته هيئتها النعمة يقول أعطيت هذه النعمة أو له حسب موهبة نعمة الله المعطالي فخدمته هنا حسب نعمة الله مش حسب استحسان فيه ولا حسب فلسفة فيه ولا حسب قدرات وإمكانيات شخصية لكن هذه الخدمة مبنية على نعمة الله التي أعطيت لي اسمعوا معايا نعمة الله خلصت بولس ونعمة الله أيضا جعلت بولس يعمل إيه خادم فإحنا بنخلص بالنعمة وبنخدم بالنعمة فالنعمة بتخلصنا بالنعمة أنتم مخلصون وبالإيمان وذلك ليس منكم ما أعطيت الله وكمان النعمة بتهيئنا إن احنا نعمل إيه إن احنا نخدم من البشر أول حاجة كانت بولس إيه الأسير تاني حاجة بولس إيه الخادم تالت حاجة في عدد تمانية بولس المبشر اقروا معي عدد تمانية لي أنا أصغر جميع القدسين أعطيت هذه النعمة أن أبشر بين الأمم بإيه هاتبشر به بغنى المسيح الذي من فضلكوا اقروا معي العدد ده بسوط عالي شوية جميل قوي لي أنا أصغر جميع القدسين أعطيت هذه النعمة أن أبشر بين الأمم بغنى المسيح الذي لي أنا يا سلام على بولس لما بولس يجي يتكلم عن نفسه وعن ذاته الكلام يفرق كتير قوي لما يتكلم عن نفسه تلت مرات الرسول بولس يتكلم عن نفسه يتكلم عن الذات الأنا دي عن نفسه المرة الأولانية يتكلم عن نفسه مقارنة بالرسل فيقول فكرونسو سلولة 15 كده يقول أنا أنا أصغر الرسل معايا؟ والمرة دي في فليب 3 8 يقول أنا أصغر جميع القدسين ولما يقارن الذات والأنا عنده بالخطاط يقول عن الخطاط يفتموسوس الأولى أنا أول الخطاط فبولس يا حبائي بصوا معايا بولس بولس الرسول لما أرادوا أن يقارن نفسه ويقابل ذاته مع الرسل شاف نفسه أصغرهم ولما قابل ذاته نفسه مع القدسين شاف نفسه أحقرهم ولما قارن ذاته مع الخطاط شاف نفسه أول الخطاط الخطاط الذين أولهم إيه أنا بولس الرسول كلما كان يسمو ويرتفع في علاقتب الله ويسمو في حياة القداسة ذاته ونفسه تعمل إيه تختفي في عينه تصغر في عينه عارفين كلمة أصغر هين معناها أصغر الأصغرين أنا أصغر أصغر الأصغرين تباك يا بولس تباك يا بولس يلي شايف نفسك أنت حقير وصغير في المكانة دي في عينه نفسك لكن أنت في عينه الله إيه في عينه الله عظيم ويعينه كل اللي يقدروه عظيم هو الرسول بولس بصوا معايا ملش في العدد ده يقول لي أنا أصغر جميع القدسين أعطيت هذه النعمة أنا أعمل إيه بقى وبشر وكلمة بشارة يعني خبر إيه صار خبر صار لعالم ماله حزين مش كده خبر صار لعالم حزين العالم حزين العالم مجروح العالم كئيب فأيقول أعطي هذه النعمة إنه يبشر فالمؤمن يا حبائي بيبشر بإنجيل يسوع المسيح بشخص يسوع المسيح لعالم إيه لعالم حزين لعالم موجوع لعالم متألم طيب يبشر بإيه بقى بصوا بغنى المسيح الذي إيه لا يصد دي كلمة عايز وقت طويل قوي غنى المسيح الذي إيه غنى المسيح لا يستقص يعني ليس له حدود لا طول ولا عرض ولا عمق حكمة يسوع المسيح محبة يسوع المسيح تضحية يسوع المسيح قدرة يسوع المسيح عمل يسوع المسيح غنى المسيح الذي إيه لا يستقص يعني ليس له إيه ليس له حدود ولا عمق ده اللي بيبشر بمين الرسول بولس نمرة واحد بولس إيه قلوا معي الأسير نمرة اتنين بولس نمرة ثلاثة بولس إيه المبشر آخر حاجة في عدد تسعة بولس حامل مصباح الإنجيل حامل نور الإنجيل بصوا عدد تسعة يقولي وأنير الجميع فيما هو شركة السر المكتوم منذ الظهور في الله خالق الجميع بيسوع المسيح أنير الجميع مش هطول فيها لكن يقول أنير الجميع وكأنه هنا بيقول أن في مجموعة من الناس هم عايشين في الظلمة بيتخبطوا في سكك يعني متعوجة مش عارفين مسلكهم ولا عارفين يروحوا فين ولا يجي منين هم عايشين في الظلام دامس لكن يجي واحد واحد كده يعطف عليهم ويتحنن عليهم ويمسك كشاف ويعمل ايه وينور لهم ايه الطريق فيقول كده وأنير ايه الجميع ينور الناس دي بايه بالإنجيل بايه بالإنجيل الإنجيل اللي كان بيبشر بيه ده واللي كان مخفى لكنه دلوقت ايه اعلن مو اعلن مش كده ونير الجميع بولس حامل مصباح الإنجيل بولس حامل نور الإنجيل ارسله الله عشان ينور عيون الناس اللي عايشين في ظلام العالم وظلام الخطية بولس الأسير بولس الخادم بولس المبشر بولس حامل ايه حامل نور الإنجيل عرفنا سر الإنجيل بتاع الأمم وشفنا أربع حاجات عن الرسول بولس عايز اختم كلمتي معاكم وقول يا حاب احنا محتاجين نشكر ربنا للنهار على نعمة الإنجيل اللي وصلت إلينا الأمم اللي احنا بنحكي عنهم هما احنا أمم مش كده احنا أمم نشكره لأجل نعمة الإنجيل احنا اللي زي ما قلت من شوية احنا اللي كنا بلا إله كنا بدون مسيح بلا رجاء مش كده كنا أجنبين عن رعاوية إسرائيل كنا غرباء عن عهود الموعد احنا اللي كنا بعيدين صرنا ايه قاربين بايه بدم يسوع لما أمننا بشخص الرب يسوع المسيح فإحنا محتاجين دايما نشكر الله على عمل نعمته في حياتنا احنا اللي كنا أموات بالزنوب والخطايا لكنه عمل ايه احيانا بموت المسيح يا مؤمنين احنا محتاجين دايما نشكر ربنا احنا بنبص الأمور أرضية ومادية وعطايا مادية لما يكون معايا نشكر ما معناش يمكن نتزمر احنا عندنا غنى المسيح اللازي ايه لا يستخص محتاجين دايما نعمل ايه اه نشكر نشكر باستمرار على عمل نعمة الله في حياتنا اللي نقلتنا من الظلمة الى النور ومن الموت الى ايه الى الحياة نمر اتنين أعظم وصف نتصب بيه أو نوصب بيه هو أسير خادم مبشر حامل نور الانجيل صح مش دكتور ولا ما عرفش ايه طبعا ده حاجة كويس باحترم ده كله يعني لكن من اعظم الصفات اللي انا اتصب بها كخدام الله كمؤمنين ان انا اقول ايه اسير المسيح يسوع شرف عبد اليسوع المسيح خادم يسوع المسيح مبشر حامل نور الانجيل انتم نور العالم انتم ملح الارض مش كده حامل ايه النور ربنا ساعدنا يا حبائي نعيش كل عمرنا واحنا مؤمنين بهذا الفكر ونحمل نور الانجيل في كل مكان في شغلك في البيت في كل مكان شوفوا فينا ايه سورة يسوع المسيح كلمة الاخيرة بقى في الابدية عايز ارفع زهنكم للابدية. في الابدية. في السماء الجديدة والارض الجديدة. في الابدية. لكي يعرف عند السلاطين والرؤساء. اه? يعرف عند السلاطين. في الابدية في السماء الجديدة والارض الجديدة. ها الترنمى لنظم المزامير. اشدوا بملء البهجة. مخلص ايه? مخلص بالنعمة. هتقف الملائكة وكل الخلائق فيه اندهاش وفيه اعجاب على نعمة الله اللي صنعته فينا واللي صنعت الكام حاجة اللي انا قلتهم دي نعمة الله اللي صنعت من الترابي تبرا وصنعت من الفحم ايه ماسا وصنعت من الاشواك ايه ورد وريحين وصنعت من الخطاط اللي اموت بالزنوب والخطايا خلقت منهم خليقة ايه خليقة جديدة ففي السماء هيبأ امر مدهش امر مزهل احنا اللي كنا فين بعيدين صرنا قريبين ونقف امامه قدسين وبلا لون في المحبة ياريت هزا الصورة صورة الابادية دي الصورة اللي هتقف فيها كل مؤمن ومؤمنة وانت بترتدي ثياب البيضاء ثياب البهاء ثياب المجد ثياب البر تقف قدامه كده وكل الخلاق تندهش بحكمة الله وقصد الله وحكمته المتنوعة وسر الفداء العظيم ده اللي هيزهر في الكنيسة الغير المنظورة كنيسة الابكار المفديين وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى ايه وكلنا في السماء نسجد ونطرح اكالي لنا عند قدميهم ونقول له مستحق انت انت اخذي المجد والكرامة والقدرة والسلطة امين امين اشتركوا في القناة